وصف البيت الأبيض توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشريع خفض التضخم في العاصمة واشنطن بأنه أكبر التزام بالحد من التغيير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة أكد البيت الأبيض أن شأن هذا التشريع أن يحدث تغيرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ما يجعل النظام الضربي أكثر إنصافا في الولايات المتحدة يتي هذا بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون خفض التضخم بقيمة 430 مليار دولار والذي ينظر إليه على أنه أكبر حزم للمناخ في تاريخ الولايات المتحدة ويستهدف تقليصا بعثات الغازات المحلية وأيضا خفض أسعار الأدوية أعلنت الحكومة الكوبية أنها ستسمح بالاستثمارات الأجنبية في تجارتي الجملة والتجزئة سعيا لإيجاد حل لأزمة نقص السلع الحاد في هذا البلد وقال وزير الاقتصاد الكوبي أليخاندرو غيل قال إن الاستثمار الأجنبي في تجارتي الجملة والتجزئة بتنظيم من الدولة سيسمح بتوسيع الإمدادات لسكان وتنويعها وسيسهم في انتعاش الصناعة الوطنية وبحسب الإجراءات الجديدة يمكن لشركات البيع بالجملة أن تكون تابعة بنسبة 100% لمستثمرين من القطع الخاص لكن شركات البيع بالتجزئة ستظل خاضعة لنظام الاقتصاد المقتلط المعمول به في الجزيرة والذي ينبغي أن تحتفظ الدولة بالمشاركة فيه ترجمة نانسي قنقر